جرت اليوم بمسالك كازا جرين غولف بالدار البيضاء منافسات نهائية المحطة الثانية لأتلاس بخوتور 2020 والتي عرفت مشاركة مكثفة بلغت 163 لعباً دولياً محترفاً من ضمنهم أبرز المحترفين المغاربة وسجلت منافسات اليوم النهائي لمحطة الدار البيضاء فوز الفرنسي جوليان بغان باللقب بتسجيله 14 ضربة تحت المعدل فيما تألق المغرب أيوب إدعمار باحتلاله المركز الحادي عشر مسجلاً 7 ضربات تحت المعدل أنا سعيد بهذا الفوز أحببت هذه المسالك وأحببت كل شيء هنا هو إنجاز مهم بالنسبة لي فقد تدربت كثيراً وهو دفعة بالنسبة لي من أجل مواصلة باقي المنافسات الحمد لله سألت مزيان هذه السمانة لعبت مزيان سيخطو البارح لعبت مزيان اليوم التاوي لعبت مزيان ولكن الباطا مخدمتش بزيف ولكن شي كونتون وكان بغان شكر سونالتاس وغايلو بخانش مولاي غاشيد هلأ كان لذلك الشكل كيد يرجال على الغولف ماروكا والفدغاستان وغايلو مقندو غولف ومي كوتش مسالك كازا جرين غولف تدخل ضمن الفضاءات التي باتت تستقطب عشق اللعبة من مختلف بقاع العالم وتساهم في خلق دينامية سياحية بالإضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين المغاربة مساهمتنا في هذا القطاع تتجلى في خلق تناغم بين مسالك الغولف عبر المملكة وهو ما يساهم في تلميع سورة المغرب سياحيا عبر استقبال أبطال دوليين كما أن المنشآت المختلفة بمختلف المدن شمالا وجنوبا من شأنها أن تساعد على تكوين أجيال مستقبلية في رياضة الغولف وستتواصل منافسة أطلس بخوتور 2020 بإجراء المحطة الثالثة أوبين غوية الغولف أونفا محمدية وذلك انطلاقا من الرابع من مارس المقبل وإلى غاية السادس منه على أن تتوالى باقي المحطات اتباعا بكل من بوزنقة أغادير فاس وإفران